و هو في قوله تعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان نعم فيتبين له من خلال هذه الآية أن الجسمانية يشترك فيها الاثنين و كأنهما في حالة واحدة أثناء أداء القوانب الغرائزية ما ورد في سورة الرحمن يدعو إلى ما هو أعمق وأبعد نعم و قد أشار بعض المفسرين و هم قليل من المتقدمين و عدد لا بأس به من المتأخرين إلى هذا المعنى و هو هذه الزوجية في سورة الرحمن بين عالم الإنس و عالم الجن و لأن هذه الملذات المذكورة في سورة الرحمن من المفهوم الطبعي أن تكون ملذات للإنس لأنها مألوفة في حياتهم لكن نظرا لأن عالم الجن هو من عالم الغيب فقد لا يبدو ذلك مفهوما لكن ما ذكره الله تبارك و تعالى من نعيم و ما أعده في الجنان و أنواع الجنان و ما يتلذذ به ساكنوها ليشمل الثقلين الجن و الإنس و كذا الحال في الخطاب في استحضار النعم و بالتذكير بالنعم و الدعوة إلى شكرها هذا يعني أن عالم الجن أيضا يستمتع بما يستمتع به الإنس و لذلك خلص بعض المفسرين إلى أن هذه العلاقة الزوجية بين الإنس و الجن هي علاقة تكامل في الوجود و هذا غير بعيد لأننا نجد في مواضع شتى من كتاب الله عز وجل مثل هذا التزاوج و نقصد بالتزاوج المعنى اللغوي له يقال على سبيل المثال الظل و الحرور الحر و البرد هذه أزواج في اللغة أزواج بمعنى التقابل فالمعنى أبعد من هذا هل هناك أيضا أزواج للجن و وعدوا بما وعدوا بما وعد به الإنس أيضا هذا ما يظهر من الآية الكريمة لكن المعنى لا يقف عندها بل يشمل قراءة السورة بكل ما ورد فيها و الله تعالى أعلم ننتقل